الحقيقة الأمر يتعلق بظاهرة عامة الذين فجروا المنطقة السياحية بسوسة في العام الماضي في تونس أو حافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة تونس أو متحف باردو وكثير من الذين تورطوا في الإرهاب وفي التهريب وفي تهريب السلاح هم من خرجي السجون في تونس وفي ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب وكذلك نفس الظاهرة وجدت في العراق وفي سوريا لابد من تناول الموضوع بيبعاده الثقافية والفكرية هو هذا دليل على فشل النظام التربوي دليل على فشل نظام التكوين والتدريب دليل على انسداد الأفاق أمام الشباب وعن القطيعة بين الدولة الرسمية والمجتمع وكذلك الدول الغربية تتحمل مسؤوليتها مثل ما ذكر الزميل بجانبك لأنهم قدموا وعود كثيرة لتونس بعد الربيع العربي ولدول الربيع العربي بتقديم مارشل بلان ومساعدات كبيرة وتنمية المناطق المهمشة وإيجاد موارد شغل للشباب الذي بات ممزقا بين اليأس واليأس بين الحلول الانتحارية والحلول الإجرامية والحلول المتشددة هؤلاء لم يجدوا حلولا لم تبنى المصانع لم تأيقى أحداث مئات ألاف أو ملايين مواطن الشغل مواطن الرزق مثل ما ذكر أوروبا ستواجه في الأعوام القادمة 2 مليار إفريقي وآسيوي يبحثون عن حلول لابد من حلول مشتركة للأزمة الاقتصادية التنديد بالجريمة البشعة التي وقعت في برلين وبالجرائم المماثلة التي وقعت في نيس وفي أماكن أخرى عبر أجوبة تربوية ثقافية اقتصادية اجتماعية وأمنية شاملة اشتركوا في القناة